ومتابعة لهذه الأزمة معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي فلاح الذهبي أستاذ ذهبي أهلا بك عبر اسكا نيوز عربية ما أهمية هذا الاجتماع الطارئ وتوجيه هذه الرسائل المباشرة إلى دول الجوار تحية طيبة حقيقة لن تكون له أهمية كبرى والسبب يعود في ذلك أن هذه المشكلة ليست حديثة عهد في العراق والمشكلة ليست في الدول الجوار على الرغم من أن إيران بعد 2003 أنشأت كثير من السدود وقطعت كثير من مغذيات الأنهر في العراق تركيا الآن بدأت بإنشاء سد الجزرة وهو من أخطر السدود لأنه يقترب من الحدود العراقية السورية أكثر من مرة حاولت الإجهاز تماما على نهر الفرات وتحويل مجراها باتجاه العمق السوري المشكلة حقيقة في الحكومات العراقية المتعاقبة يعني هناك أولا متغير في المناخ نسبة تبخرة عالية هذه الحكومات المتعاقبة لم تنشئ بنا تحتية تستفيد من كميات المياه التي تهدر بطريقة جائرة في عموم العراق حتى أن بعض المسؤولين صنع شنالات خاصة تتجه إلى مزارعه نسبة تلوث العالية مدينة الطب في وسط العاصمة بغداد تغذي النهر بملايين السموم المكعبات من السموم وتتذكرون ما حصل في محافظة البصرة أكثر من 150 مواطن من أهل البصرة توفون بسبب عمليات التسموم التي تحصل في النهر القضية الثالثة لا توجد سدود كما فعلت إيران كما فعلت تركيا كما تفعل سوريا لا توجد سدود حقيقة للاستفادة من هذا الهدر المائي الكبير تعرف أن في السابق كانت الحصة المائية للفرد العراقي أكثر حتى من الفرد التركي لكن سوء الإدارة المائية في العراق قلت أن أبقى معك في الشط التقني قبل أن نذهب أستاذ الذهبي إلى الابتزاز السياسي الحاصل الصور اليوم تكشف هي فعلا مأساوية تحديدا لنهر الفرات قبل الالتقاء بنهر دجلة داخل أراضي العراقية وصولنا إلى شط العرب ما المطلوب اليوم من الحكومة كخطة طارئة في حال لم تلبي أي من تركيا وإيران وحتى سوريا هذه المطالب شديدة الوضوح هناك طريقتان الطريقة الأولى بيد الحكومة العراقية الأوراق الضغطة على إيران وعلى تركيا وعلى سوريا الميزان التجاري بين العراق وتركيا تسعى تركيا لأن يكون 20 مليار بيننا وبين إيران هناك مدسكك يوصل إلى الشلامشة وتريد أن تستفيد من الأراضي العراقية ممكن أن تكون أيضا ورقة الضغط وحجم التبادل التجاري كبير بيننا وبين إيران سوريا أيضا تستفيد من العراق ممكن العراق أن يستفيد بالضغط كما نعطي ينبغي أن نأخذ لكن كل الذين ذهبوا وتفاوضوا مع هذه الدول عادوا بخفي حنين الآن شط العرب الغوارق من السفن العراقية الآن هي أصبحت في داخل الأراضي الإيرانية بعد أن كانت ضمن خط التالوك الذي ينصف شط العرب بناء على اتفاقية الجزائر أصبح خط التالوك بدأ يقترب من العراق القضية الثانية التي ممكن أن تقوم بها الحكومة العراقية الكميات هائلة من المياه الجوفية في العراق الآن نسب التصحر وصلت إلى 70% في العراق أنا بشكل شخصي تحدثت مع سفراء أحد دول الخليج لمساعدة العراق بعد هجرة الفلاحين لأراضيهم في الجنوب وأبدأ موافقة ولكن طلبا رسميا من الحكومة العراقية وأبلغت مسؤولا رفيع المستوى أستاذ الذهبي ما أهمية إشراك أطراف دولية اليوم لمنع هذا المخطط إن كان التركي أو حتى الإيراني وما وصفته تقارير دولية بأنه عدوان مائي لإفقار العراق وتعطيش في العقدين المقبلين ما يعني أن في العام 2040 ستغرق البلاد في الجفاف يعني هذا الأمر حقيقة ما رسه العراق والآن أنت تلاحظ قضية المشكلة السودانية المصرية في هذا الموضوع لا أعتقد يفضي إلى حلول ولكن على الحكومة العراقية على الحكومة العراقية أن تستخدم أوراقها الحقيقية بالضغط على هذه الدول التي حددت الآن نهر دجلة 50% تصل الموارد شحة أمطار أيضا تتحجج هذه الدول تقول لك أنا أيضا هناك شحة مائية لدي لماذا لم تستخدم الكميات المياه التي تأتيك بشكل صحيح حتى الآن لا توجد بنا تحتية حقيقية للمياه واستخدام طرق التنقيط في الزراعة ما أمام الحكومة العراقية إلا أن تستخدم الميزان التجاري والتبادل التجاري بين هذه الدول أشكرك جزيل أشكر الكاتب والباحث السياسي العراقي فلح ذهب كنت معنا مباشرة مشدهات سكاينيوز عربية من العاصمة العراقية بغداد